يحتفل عمال العالم أجمع في الأول من أيار مايو سنوياً كعيداً لهم احتفاءاً بانتصار مطالبهم المشروعة في توفير ظروف عمل أفضل لشريحة العمال والكسبة وأصبح هذا اليوم يوماً عالمياً لهم في البداية نقدم التهنئة إلى طبقة العاملة الكادحة بمناسبة عيد العمال الذي سيصادف واحد مايو واحد أيار وهذا العيد بالأساس ما اختص جاء من معاناة العمال الكثيرة والكبيرة في العالم في أوروبا الأحزاب الاشتراكية أقدت مؤتمرها في باريس واختاروا يوم واحد أيار إذا يكون عيد للعمال أما بالنسبة للعراق فحقيقة معاناة العمال العراقية تختلف عن معاناة العمال العالم فالحكومات التي أتت لم تنصف العامل في السبعينات كان العمال العراقيين كانت نقابات موجودة وتطالب حقوقهم أما بعد الـ 79 خاصة في 1987 أصدر البيان القرار رقم 150 تحويل العمال للموظفين ففي هذه الحالة انتهت النقابات العمالية تعاني شريحة العمال التهميش والإقصاء والحرمان من أبسط الحقوق في العراق في ظل غياب قانون ينصف حقوقهم ونقابات تدافع عنهم ورب عمل يعاملهم بإنسانية وإحسان في مناسبة الأول من أيار عيد أعمال العالمين هنا الطبقة العاملة الكادحة في الحراق وكدستان وفي كافة العالم بهذا الوضع الحالي في العراق وفي العالم الطبقة العاملة انسحقت وبالنسبة للعراق منحوا 30 ألف للطبقة العاملة بتعويض عن عملهم ولكن لم يصرفوا لحد الآن أي منحة وبالنسبة للنقابات المهنية والدولة الدولة لحد الآن لم تعوض أي شيء من قبل العمال في كل دول العالم منحت تعويضات لرب العمل وللعامل حاليا في سهل نينوى ما يقارب بالمليارات قصارة العامل ورب العمل من خلال هذا الوباء وفي ظل الظروف الطارئة التي اشتاحت العالم بسبب انتشار وباء كورونا كان العامل العراقي الأكثر تضررا مقارة بزملائه العمال في العالم أجمع بسبب عدم وجود أي حقوق له وعدم تحمل الحكومة لمسؤولياتها تجاه هذه الشريحة المهمة من المجتمع العراقي مما أثقل كاهله وتركهم عرضة للبطالة والفقر المدق بمناسبة الواحد خمسة عيد العمال نقدم كل التهاني ونقدم لهم بهذه المناسبة أما بدهم في خصوص الدور والتهميش للعمال في العراق خاصة يعني كان تهميشي وما طبيعي وجاء اضاف عليها زمن الكورونا اللي خلى شريحة كاملة من العمال تقعد بالبيوت ووعود الحكومات الوعود اللي ما نفذت أي وعد من الموعود اللي قدمتها من خلال صرفت حصة أو مبالغ مالية أو حتى من خلال السلات الغذائية يعني يمكن أن يكون كثير من الأحزاب بادرت بالسلة الغذائية قبل ما تبادر فيها الحكومة العراقية فدور النقابات أيضا دور غير فعال في الوقت الحالي وفي الوقت الحاضر وسابقا أكدنا على دور النقابات لكون العراق يفتقر إلى المعامل ويعراق يفتقر إلى المصانع معنا تشغيل يد ماكو مهضومين هذه الطبقة في العراق وفي الوقت الحالي مسحوقة وفي اليوم العالمي للعمال الذي بقى رمز لكفاح ونضال العمال في العالم تبقى آمال وتطلعات العامل العراقي عالقة على قانون ينصف حقوقهم ونقابات مهانية تدافع عنهم ترجمة نانسي قنقر